السلام عليكم اليوم أخواني أفاضل معكم بحلقة جديدة من سلسلة الويت بورد واليوم اقتباس يقول لا يجب أن تكون عظيمة لكي تبدأ ولكن ابدأ لكي تكون عظيما إذن فابدأ أخواني أفاضلنا الكثير من الخاص بينتظر الوقت المناسب الظروف الملائمة والحكومة المناسبة والاقتصاد المناسب بل وينتظر الأوضاع السياسية لكي تستقر حتى يبدأ أخواني أفاضل بنحكي لك هذا الكلام ما بينفعل اليوم أنت اليوم لازم تبدأ لكي تكون عظيما ما بيفعل أنه أنت تنتظر كل الظروف المواتية وأنه أنت تكون إنسان عظيم وكل الظروف المناسبة والأشياء محيطة بك رائعة وجميلة وبعد هيك ممكن تفكر أنك تبدأ لا اليوم العظمة هي أن تبدأ في ظل الظروف الصعبة الاقتصاد الصعب الظروف السياسية الغير ملائمة أنت وضع غير ملائم اليوم أخواني أفاضل أنت لازم تلاقي الظروف بما يناسبك أنت عشان يكبر نقول لك اليوم أنت ابدأ لكي تكون رجلا عظيما إذن العظمة تصدر أخي الفاضل من بدايتك أخي الفاضل وما تستنى أي ظرف أو أي شخص أو أي استقرار للظروف لكي تبدأ اليوم لازم تبدأ بالمكان اللي أنت موجود فيه بالموضوع اللي أنت موجود فيه بالمهارة اللي أنت بتمتلكها بالخبرة اللي أنت بتمتلكها أيضا اليوم ابدأ بما لديك وفي الطريق هتتعلم وحتى تكتسب كل الأشياء اللي أنت بدك يا وبتحلم بها أخي الفاضل وإن شاء الله هتحققها وسوف تكون بإذن الله تعالى مثل ما أنت تتمنى عشان هيك اليوم أشعر بالعظمة أشعر بالمكان اللي أنت موجود فيها أشعر بما تملك بما لديك أنه أنت اليوم أحسن إنسان مخلوق وأنه تتسحق الأفضل وابدأ بما لديك إن شاء الله والعظمة هي البداية وربنا يوفيكم بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر